لعبة الدولار اللي صارت لما رفعوا الدولار من المية للمية وخمسين أو تحت المية وخمسين شوي ورجعوا نزلوا في فرض النهار للمية وخمسة هايدي صار فيها لعبة كبيرة استفادوا منها كتير عالم من السياسيين اللي هني لعبوها اللعبة طبعا هايدي عم تسألني يعني انو لعبة مين هاي لعبة رياض سليمة ومجموعة السياسيين اللي بيدوروا بفلكوا اللي منهم السياسيين كباروا بمواقع كبيرة بالدولة وزعمة يعني وعندهم صرفين كلهم عم شغلوا بحسابهم يعني بيّنت هيك اليوم وقت ان مكمشوا مجموعة الصرفين اللي عم بيداربوا بالدولار بيّنوا انو تابعين يعني من الأسامة بتعرفهم تابعين والمعلومات عنا انهم تابعين يعني من يوم ماين صارت عملية خطف لو واحد بيدوروا كلهم بفلك السياسي زيته خطفوا أشخاص من نفس الفلك مختلفين على مبالغ مالية لانو بيشتغلوا كلهم بتبيض الأموال يعني بس اقراب كتير لديرة الشخص السياسي اللي عم نحكي عنه يعني صارنا نقرف نسمي حقيقة يعني مش مش حساب لأي شي تاني ولكن خلاص صاروا معروفين يعني كأنه ايه حسب معهم ينعمل انو رياد سلامة قرب وقته يخلص ورح يرحل كأنه صح كأنه ايه من البديل اللي بده يجي حكما بالوكالة النائب الأول للحاكم اللي هو منصوري اللي هو من الطائفة الشيعية وتيب على الرئيس بر اللي قام باعتقاد الاعتراض المسيحي مش رح يكون قوي لأنه حل مكان اللي هو إبراهيم حل ضابط مسيحي فبتصر هاي دم عادلة هاي يعني مركزين كتير كبار بالدولة واحد شاي حل محلو مسيحي هلأ واحد مسيحي بحل محلو شي يعني يمكن تمرؤ هيك يعني الوصة ايه فبين انو هيك هلأ إذا ايجا منصوري طبعا رح يضل لقت اللعبة ورح يضلوا مخبيين الأسرار اللي صارت لأنو بتعرف علاقة الرئيس بر بحاكم مصرف لبنان يعني والتواطق بينتن ولعبت المال اللي اللعبوه كله نسوا معه يعني والغطاء اللي عاملنه طبعا منصوري من ضمن اللعبة يعني أكيد هلأ اللي هو عباس إبراهيم وعدم التجديد إلو إنو إنو تتاخد بطريقة هيك فيها شي من المؤامرة يعني معنى المؤامرة ما بياخدها كتير هيك يعني أول شي اللي هو عباس إبراهيم بتكلف بمهمات كوسيط يعني مش أول لبناني بيدخل بوساطات بين جهات وبين دول وبين شغلات في كتير شخصيات لبنانية مهمة بس يمكن ما كانت تحت الضو مثل ما هلأ بالنسبة للي هو عباس إبراهيم إن كث ما راح وإجا كان فيه كاميرات وفيه ضو وفيه إخبار وفيه تلفزيونات عم بتغطي وإعلام عم يحكي وهاي الشغلات بنعرف نحن مركز مدير الأمن العام بيبقى فيه فاتح علاقات مع كل وسائل الإعلام بياخدوا رويت بشهرية كلهم من الأمن العام بيغطوا نشاطات الأمن العام فمن الجملة كانوا يغطوا هلأ فيه كتير وساطاء شخصيات لبنانية بتدخل بوساطات بين لبنان وبين دول كبرى بالعالم بس ما بتبقى ظاهرة بالإعلام ومعروفة هلأ هو يلاعب هالدور بيضل في يلعبه لأنه مش مرتبط بيمنصبه كمدير عام الأمن العام خلص وقته خلص وقته أنا برأيي أصلا يعني قصة التمديد لحدا معين بدون حدا آخر أنا ضدها هاي أنا ضد اللعب بالآنون وضد أنه الآنون يصير كرة قدم يعني بتأطفوا مثل ما بدك يعني فإذا بدنا نمدد إلو خلينا نعمل آنون نمد سنة تقاعد لكل المسؤولين نحنا نمد سنة تقاعد بشكل عام لكل موظفين الإدارة والأمن في لبنان وبهيد الحالة فيش داعي نحنا نكسر آنون خصوصي كرمان حدا بالزاد من ما كان يكون عم بحكي بغض النظر عن صفات الشخص يعني وأهميته اللي صار حول قصة التوقيت الصيفي والشتوي يعني صار في خطأ من كل الناس اللي عملوا برهم مئاتي يعني منظرهم هنو قاعدين عما يمزحوا مع بعض وينكتوا ويحكوا بطريقة أول شي هيدا آنون وهيدا بينعمل بجلسي لمجلس الوزراء جلسي جدية وأنا بتفاجأ لما بيبقى أحيانا ببعض الجلسات تبقى فيه ناس عم تتصحصن وفقاني بتضحكوا هيك بالعمل ما في ضحك ومزح في جد لما نجلسة مجلس وزراء بتقعد بتناقش قانون والله فيه ظروف معينة مننا نلغي التوقيت كليا نحنا تعديل التوقيت على فكرة ما إلغاءه كليا هيدا لأنه أنا بكتر مزعج بالنسبة لي بلاقيه يعني بغير لي مزاجي كله على المستوى الشخصي يعني أضف إنه نحنا غير أوروبا وغير الغرب يعني الغرب عنده للنهار 20 ساعة يعني بتطلع الشمس الساعة 4 على تغيب الساعة 11 مساء نحنا ما عنا هيد المشكل بغض النظر لما نقعدوا ينكتب هيدا الشكل وكأنه هن الويس الرابع عشر يعني الويس الرابع عشر كان أنه أنا القوة أنا الحق أنا القانون نظرية الحق الإله بيقدر يعمل اللي بده إياه يعني ولا ينطق عن الهواء بيتصرفوا هيك هن لاش كبراني براسهم هل قدي لاش لاش بعض اللبنانيين لما بيوصلوا بيكونوا بمنصب معين فعلا بيكنف شو بينف شوريشون وفكروا حالوا الويس الرابع عشر شو هي هالعقدة هاي مش عم بلاقي إلا سبب إلا إلا إنه نجيين من بيقات ضعيفة يعني من بيقات متواضعة هيك بيكبر راسهم بيفتل يعني مش بيكبر بيفتل بيبرم راسهم عشة وازن هلأ كانوا كتر المنظر مستخف بالناس فينا كشعب نحنا كمواطنين نحترم الدولة ونحترم الأنون هلأ بيبقى ردات الفعل أنه صار في حدا عام للتوقيت الصيفي مسيحي والتوقيت الشتوي مسلم كانت كتير كبيرة كتير كتير كبيرة ما بعرف مين بلشها إذا القوات أو مدرمين بلشها أو شي وفت فيها البطرق وفت فيها زعماء وطنيين يعني مثل جبران باسيل يعني بيمثل طيار وطني ما إلو علاقة بالطائفية كيف في فاتوا فيها كلهم هاي أنا بصراحة كتير كتير كنت مدايقة ومزعوجي أول شي ما بدها لقدايعة فيهن ينتقدوا مثل ما عم ننتقد قصة الصيع أنه ما فيكم تستخفوا بالقانون تفضلوا روح على مجلس الوزراء وعدلوا اللي بتكونوا يتعدلوا هاي وحدة يعني اثنين إذا قصة التعديل مرتبطة ببرامج للدولة بارتباطات لشركة طيران شرق الأوسط لشركات على تواصل مع الخارج يعني فيه سيستام طويل عادي ممكن يتغير وهيدي الأمور مفروض تستشيروهم وتشوفوهم كلهم تعملوا دراسة حجم الدرر اللي ممكن يلحق بهاي الناس إذا أخرنا تغيير الصيع وحجم الدرر إذا يعني بدت تلحسها بهايك مفترض يعني إذا دولة رصين ومحترمة ورجال دولة محترمة على كل حال صار اللي صار أنا ضد ردة الفعل بالكام علق بصراحة بالنسبة للوزير بسيل والكلام اللي قاله كلام أبدا مش مقبول قال هايدي مش طائفي وما حدا يجرنا على الطائفي وقال نحن العرب حوالينا ما فينا نكون عكسنا أو شي من أنه موضعتين بس يقول نحن مع المتطورين والمتمدنين وغيرنا مع المتخلفين والراجعيين أول شي نحن وهنا بالخطاب السياسي الوطني بشعة يعني بنتقد أوقات بعض الشخصيات السياسية اللي بحبها بالدولة لما بتقوم تخطب خطاب وبتصير ترد إنه قاله كذا ومن رد كذا أنا بتكتر بتزعجني هاي بحسة بتزغر الشخص اللي عم يحكي وعادة إذا حدا بعرفه ببعث الأخبار إنه أم بتحكي رد بدوم تقول عم رد ع فلان أو إنه قال فلان هيك وأنا برد هيك أو قيل هيك قاله قاله إلنا يعني بحب بيستعملوا الواو الجماعة بشعة وبتقلل من قيمة الشخص هلأ لما نحكى الوزير بسيل بهنه ونحنا مين هنه ومين نحنا يعني أصدت نحنا اللي مع التغيير مع إنه التوقيت ضل مثل ما هو بحسب القانون هني يعني أصدت بس مئاتي وبر والله كل المجموعات الناس اللي كانت مأيدي لأنه ساعة يتأخر تغييرها يعني هايدي ما فيك تحكي هيك وهيدا الكلام معيب كلمة هنه ونحنا متل ما بنحكي عايب بعدين يعني عم نحكي عن المتطورين والمتمدنين مين اللي مئة وعشرين سنة كل الحروب اللي صارت بالمئة وعشرين سنة الغرب مسؤول عنها اللي قتل فوق العشرين مليون إنسان عوجه الكرة الأرضية بهاول عشرين سنة الأخيرات اللي هي سببها الغرب ملايين الناس اللي قتلتهم أمريكا باليوران والمنظب هول مدنيون والمتطورين تجويع الناس وحصار الناس بلقمة عايشة الشعوب إنه مش محاصرين حكام محاصرين شعوب محاصرين اليمن ومحاصرين سوريا وحاصروا العراق ومحاصرين لبنان ومصر جوعاني كمان والصمال جوعاني كلها بسبب السياسات هيدا المتمدن والمتطور كيف شو يعني متمدنين ومتطورين بأي معنى يعني هول الناس اللي عم يعملوا عقوبات ظلما وعدوانا على أشخاص بس لأنه مش عمزاجهم أو مش تحت إرادتهم ظلما وعدوانا والبسير ما وما هو دحية هيدا التمدن والتطور تبعهم تحية المتطورين والمتمدنين مثل عدد كبير من الرجال الأعمال الشيعة فقط لأنه شيعة وفقط لأنه ممكن يشكلوا ورق الضغط على بر على حزب الله حطوهن على لوائح العقوبات طيب هيدا التطور والتمدن أي متطورين ومتمدنين أي تطور نحن هول بالعكس نحن لازم نوردلهم جرعة من الروحانية السيد المسيحة اللي عنا حتى لأنه لو عندهم شيء من روحانية السيد المسيح ما بيفجروا بالعالم هالفجر كله دي ناصور وفلتان على العالم الغرب كله يعني مين بدك تعد لا تعد أمريكا بريطانيا فرنسا كلهم كلهم هول هالفلتانين هالفلتين على العالم وخاربين الكرة الأرضية كلها خاربين العالم هاي طبعة الأزون كمان متطورين ومتمدنين ما بنعرف شوي عن التطور والتمدن مش نحن اللي بنحكي عنهم هيك وأنا بدكن رأيي أنا مع نحل هاي عقدة الغرب الأجنبة نحن أحسن منهم بمئة مرة على المستوى الإنساني والأخلاقي والقيمة نحن أحسن منهم وأفضل منهم ونحن لو صرنا زرف وقدرنا نبني قوتنا ما يمنعونا هنو ويدمرونا كل يوم بالتاني بيهجموا ع بلد ويدمرو كم بلد صاروا مدمرين عنا بالشارق دمروا العراق ودمروا سوريا ودمروا اليمن وعم بيدمر هلأ لبنان ما دمروا بالعمار بس دمروا له حياته لللبناني هن هولا بيبي شراسطهم وبعدم يعني شو بدي قولت بيتطرفهم ضد الأخلاق وضد القيام هولا نحن حلنا نخلص من عقدة الغرب يعني نحن أحسن منهم وأفضل منهم ولو نحن يتشيلوا إيدهم عننا ويصرنا فرصة لنتطور ونتقدم ونقدر نبني دولة حقيقية كنا أكيد دولة أخلاقية مش ممكن نكون دولة عدوانية متل ما أنا عدوانيين إذا وصلنا لما طرح من القوة لا يمكن نستعمل نفس الوسائل اللي بيستعملوها